ونظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار المجتمعي بمركز منوف قرية السدود بحضور ما يقرب من ثمانمائة تمواطن من أهالي قرى سدود وقفر السنبسة وتم خلال الجلسة مناقشة المشروعات التي تم إنجازها بالمرحلة الأولى من المبادرة وخلال الجلسة تم إلقاء الضوء على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا واستمع فريق المؤسسة لطلبات الأهالي وناقشوا احتياجاتهم بخلال المرحلة الثانية من المبادرة